موسيقى منظمة الامم المتحدة تنتقد معاملة النمسا لطالب اللجوء كاريتاس تحذر من استغلال اللاجئين في الانتخابات النمساوية الخارجية تكشف عن انخفاض عدد الدبلوماسيين الروس في عامين وزارة العمل تتبنى ديناميات جديدة لصد نقص العمال المهرة ودراسة تكشف أن اللغة الألمانية أصبحت أجنبية في العديد من المدارس وأخيراً النمسا تمدد عمل مفاعلها النووي البحثي حتى عام الفين واربعين مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريراً ينتقد بشدة معاملة النمسا لطالب اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو يعانون من أمراض نفسية وطالب التقرير بوقف احتجاز الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية في زنازين مراكز الترحيل مع التأكيد على ضرورة معاملة طالب اللجوء بإنسانية واحترام احتياجاتهم وشددت اللجنة على ضرورة توفير رعاية صحية أفضل وعبر تقرير عن قلقه من ظروف الترحيل وانتقد استخدام الحبس والعلاج الإجباري وطلبت اللجنة بمراجعة القوانين لضمان معاملة إنسانية وعادلة لطالب اللجوء حذر وولتر شمولي مدير كاريتاس فورالبرغ من استغلال قضية اللاجئين في الحملات الانتخابية لبعض السياسيين في النمسا واعتبر شمولي استغلال معاناة اللاجئين موضوعا حساسا للغاية مؤكدا أنهم يحتاجون الدعم والتكامل في المجتمع ودعا إلى التعامل بالمسؤولية مع هذه القضية وعدم استغلالها في الحملات الانتخابية مشددا على ضرورة عدم التحدث بلغة قاسية تجاه اللاجئين وأكد شمولي التزام كاريتاس بالمساعدات الاجتماعية بغض النظر عن نتائج الانتخابات كشفت وزارة الخارجية النمساوية عن تراجع عدد بوظفي البعاسات الدبلوماسية الروسية بالنمسا منذ بداية عام 2022 حيث كان هناك 288 لكن انخفض إلى 258 في مارس من عام 2024 وذكرت الخارجية ذلك ردا على سؤال برلماني وبحسب الإجابة كان هناك 142 دبلوماسيا و116 موظفا إداريا وفنيا في مارس وأشارت الوزارة إلى معدل دوران مرتفع حيث تم شضب 110 شخص وتعيين 80 آخرين خلال الفترة نفسها كما أكدت على الاتصال المستمر مع وزارة الداخلية ومدرية حماية الدولة والاستخبارات لمتابعة التحديات الأمنية أطلقت النمسا مبادرات جديدة في سوق العمل لمواجهة نقص الأيد العاملة الماهرة عبر تسهيل تدفق العمال المهرة من دول غير الاتحاد الأوروبي وزيادة جاذبية الموقع التنافسي واستجابت الحكومة لشكاو القطاعين الصناعي والتجاري من النقص في العمالة الماهرة حيث تعتزم مضاعفة تصريح العمل للأجانب من دول ثالثة مع تقليص زمن معالجة الطلبات ورحب اتحاد الصناعات النمساوية بالمبادرة معتبرا إياها خطوة مهمة لمواجهة التحديات فيما شدد اتحاد الأعمال على أهمية جعل السوق النمساوي أكثر جاذبية للعمال المهرة الدوليين كشفت دراسة لأجندة النمسا أن الألمانية أصبحت لغة أجنبية في بعض مدارس النمسا حيث تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين لا يتحدثون الألمانية كلغة أساسية خاصة في فيينا وبينت الدراسة أن عددهم يصل إلى سبعة من كل عشر الطلاب في فيينا وتعتبر هذه المشكلة تحديا للتعليم وستلعب دورا في الحملات الانتخابية وأشار الخبراء إلى أهمية التحدث بالألمانية خارج الصف الدراسي لتعزيز فرص الاندماج والنجاح المدرسي والوظيفي للشباب وطلبت الدراسة بمزيد من الجهود لتعزيز مهارات اللغة الألمانية لدى الطلاب أعلنت الجامعة التقنية في فيينا أن مفاعل الأبحاث الوحيد في النمسا سيستمر في العمل حتى عام الفين واربعين على الأقل بسبب تأجيل عملية نقل قطبان الوقود إلى الولايات المتحدة ويعتبر المفاعل الذي يبلغ عمره اثنين وستين عاما مركزا بارزا للبحث في الطاقة النووية وتظهر البيانات أهمية استمرار التحليلات والدراسات النووية وقد تم تمديد العقد مع شركة أمريكية لتأمين توريد الوقود نظرا للاستمرار قابلية الاستخدام حتى عام الفين واربعين ويعتبر المفاعل اتراك مارك تو البحث في أحد المنجزات العلمية المهمة للمعهد الذي تأسس عام الف وتسعمائة ثمانية وخمسين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسية سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة